يعني ومزال يبدو لي بشكون هو آآ يعني موضوع الليمات القادمة موضوع التسريبات آآ نقول تسريبات المنسوبة لمدير تدوين الرئاسية السابقة آآ وهي دي خلقة الحدث في ما يخص هذه التسريبات في محتوها وفي واتيرتها اليوم ولينا نتبعوا ناس تنتظر راي فماش تسريب آخر وكأنه فما سلسلة استنيوا في التسريب التاسع يظهر يبدو لي التاسع وصلنا للتاسع يبدو للتاسع وكل مرة مقطع يسي نسمع فيه آآ مدير التدوين تتحدث هي في تدوينها سابقا فات أنها تكون هي اللي آآ نسمع صوتها في تسريبات هذه وقالت فما آآ تركيب للأصوات ولكن آآ آآ الأقرب إلى ظن أنه هو صوت سيدة نادي عكيش شوف الملاحظة لولا أنا الحقيقة معناها مستغرب شوية في موقف رئاسة الجمهورية أو رئيس الجمهورية رأساً عليش يعني نعوم في الحوتة الرئيس كان على أقل حد يتكلم يعاية لوزيرة العدل ويقول لها وين النيابة واين القضاة الشرفاء وفي اللحظة التاريخية يقوموا بدورهم هي الرئيس هو ما تكلمش جملة هذي كانت الذراع لأي من متاعه عبد الحميد الشيخ هو أول جنرال في تاريخ تونس وكان رئيس أركان الجيوش الثلاثة وزير داخلية صارت عملية ما بسويقة بنعلي ما رفلوش جفن نحا فما أغلاط يلزم تتحمل المسؤولية عملت أو ما عملتش احنا في اللي صاير حلقة التاسعة واحنا نتمزهاو فما حاجات ما يلزمش تطلع اني واني جاي للإذاعة سيت شدني واحد لابعد كلاني بتريحة نجي نحكاها في اللذاعة ما يلزم تقول بانكة تسرقت وما سمع هد تطلعت قراني تسرقت ما 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 تحكيش باش تحافظ على مصدقيتها باش الحورة فامي يقولكش هاي ذي يباش قادر اتأمن روحها واحد صارت حكاية في عيلته لازم يطلع يحكي للجيران فما أشياء ما يلزمش تطلع البره أصلا توا العالم اللي من حولنا أبدأ بالسفراء اللي لنا بما فيهم سبلوم هو مش على روح بلوم ومن أتى بعده والبلومات الكل كي يسمعوا مديرة الديوان تحكي على رئيس الجمهورية ترد وتكاركيرا أنه الرئيس يدخل البيت يسكر على روحه أنه الرئيس مريض ومش قاعد يداوي أنه الرئيس العائلة تحكم فيه سامحني شكون مازال باش يتعامل معانا ما يدول تعم معانا أمنيا في موضوع الارهاب شكون يعطي فينا الثقة وتعامل معانا شكون مازال يكلمك وانت تلاحظ شكون مازال يحكي مع الرئيس رئيس الجزائر ورئيس مصر وهو نسعاتر امير قطر فهمش حد اخر فهمش حد اخر شكون مش يعطيك قرض انت كتفقد كدولة هيبتك شكون مازال مش يعبرك انا بصرف النظر على هكي الأسئلة الميتافيزيقية شكونوا وراها التسريبات جهاز ولا المخاطبة متاع السيدة نادية عكاشة صوتها ومصوتها عملوا مونتاج ما عملوش وعليش توها ويصف الجاهد هذي كله امور ثانوية اللي صار عار على تونس عار على تونس وتفهم كيفاش يتعينوا المسؤولين انتك كتعين والي كونتو مو عندك مدرسة سوطانية اللي دارة مو كونو كتعين مدير ديوان في الرئاسة او في الرئاسة الحكومة كونتو ولا ما كونتوش صار باشت انت دبني كبوليسي تعمل لي تاست بسيكو تكنيك وهذه هم اللي داخلين خارجين وزروا يتطلعوا على سر الدولة تعرف انت توازنهم من نفسي تعرف ولا بتعرفوش تعرف كفاءتهم هكيك احنا جيب لا احباب ولا اصحاب ها ونتيجة تعينات الولايات هاي النتيجة في ربط مع كلام محمد سمحني ايمن سمحني مريم في بالكم انه اه اي مسؤول في الادارة الامريكية بش يتعين دوس يمتعوا يتعدى على الف بي اي اي احنا حتى البحث الامني ما عادش عليه شبهات ارهابية باي شكة يجي في هوركة عرفتك النوع اللحية مهبطة لوطة وفي هوركة في قندهار كيبا قبيل انت وصفت ما عادش يعمل وبحث امني وزراء يدعيوا يعني الالتحاق بسوريا راه نحكيو على مدير الديوان هناش نحكيو على مدير الديوان هو اللي هو اللي هو رئيس الدولة هو اللي اه داخل في كان مش في تسعين في في ثمانيون بالمئة من القرارات متاع الدولة شو كان يعرفها شكون جابها ما تقول ليش عندها الدكتوره ومن حانا الاف عندهم الدكتورة وكانوا بطالة. وما زالوا بطالة شكون جابها? الخاطئة العصلية وين? لا ومن حقي كمواطنتون سنتساءل. على هالتعينات المتالية في رئيسة الجمهورية واللي ما تعمرش. كده بوست الجاز. وينه عبدالروف بالطبيب? اذا بش نقول اللي ولا اكثر من ينعت الرئيس بالمنقلب. اهوان اهوان ما قالش الرئيس مريض ومش قاعد يداوي. ومش يتعرض الآزمة الصحية حسب كلام الطبيب. انا مريم فما فما سؤال محيرني. موذبية كان حتى اه الحرس رئيسي على اه لسان النقابة متاع وجابون. اخي اي واحد ينتدب في رئيسة الجمهورية يدخل باي تليفون باي جهاز. يعني سؤالك موضوعي. موضوعي معناها ما نحكي هنا بصفة عام. سؤال موضوعي. رأوا في اه بشير قال في الولايات المتحدة الامريكية يا حلو علي البترواء في الولايات المتحدة الامريكية تكون مسؤول. ما تستعملش اي تليفون. يعطيوك تليفون اللي هو يكون مؤمن. ما تستعملش اي اه ادريس ميل. نذكره هي لاري كلانتن والميلويتر اللي تسربها. خاطر استعملت ميلها لهو مش الميل اوفيس شخصي. معناها انا يسمي. في الولايات المتحدة الامريكية. اي. ثم قانون اسمه قانون الشمس الساطعة. هذا وقت اللي معناها الرئيس الامريكي يبعث ايميل. من البريد الالكتروني الرسمي متاع البيت الابيض. المواطن الامريكي من حقه يعمل نفاذ المعلومة يطلع على الايميل هذاكي. كم تسجيلات العمالة من رئيس امريكي وقتها مع الرئيس الاوكراني. لا لا ذكر وقتها دونالد دونالد ترامب وقتها تضب من رئيس الاوكراني انه يحذر الكتاب على ابن زميله. التسجيلات خرجت باسم النفاذ المعلومة. نعرف الهاتف متاع السيدة نادي عكيش كان هاي تسجيلات منسوبة له. مؤمنة ومش مؤمنة. خد فما طريقتين مريم رفع كلام اختي. طريقتين انك بشتوس التسجيلات هذي. ياما تحط يدك ماديا على الهاتف. وتاخده وتاخد تسجيلات ويكون تستعملت. ياما يكون الهاتف مخترق من برمجية وحيدة في العالم عندها القدرة لان اختراق الهواتف. ما غير ما توصلها هي منظومة بيجازيوس. اسرائيلية تصنع. المنظومة هذية عند اسرائيل وعند تاثا بلدان. اذا هي تستعملها للتجسس كما صار على الرئيس الفرنسي على انجراملك. مش مهم. هذي كلها تفاصيل. اللي بهتك هو عدم موجود اي رد فعل. مش دورياني باش نقعد انتكز. زعمة اللي فأني مهمتي هذا سوادي اسألتي. اولا ادي ميزو مش يصير. فانا صورة ولا رئيس الجمهورية توا. مم. فانا صورة. مم. اللهم مش نعملوا ايك نعملوا احنا ما سمع ناس وماري ناس. مم. سميت بالاسم. سميت اخت مرتو. انا تحكم. شخصية اخرى وآآ. ليه وبعد تخلي خيبة المسعة. كانت في الامن وفي وزارة الداخلية. مش كنا اللي هو على ليلة ترابلسي. صحية. شو اللي تمدل? بعد ليلة ولت السيدة وبعد السيدة ولت عادكة. ونسين. توسا بورسا. هذا الكل. هذا الكل. باش نارجعوه. الطاحونة الشيء المعتاد. العائلة والخو والدو الخوب واللي نفسه واللي حبله واللي تتوحب. شو الحكاية هذية. اه التسجيل يبدو بداي جدا خطر الصوت صوت كان آآ نادي عكاشها مش لا قوية ولا يعني خطاب اللي بين نزوز من الناس هو مساجل مساجل كلام وحيد يعني ظاهر اللي هو مساجل من تليفون آآ من تليفون المسارب نسيبا نادي عكاش انا ما نجمش يعني ناكد اونا في انه هو التسجيل لها هاي هذا اولا. ثانيا الموضوع هذي يساها البرش في تونس ستحدث لجنة وسيفتح سيفتح تحقيق. مهم. دونك تاني يعني مدام بشتفق بشي يفتح تحقيق. شو يفتح تحقيق. لي لي. طي عملوهم. طي عملوهم بشتتسكر الحكاية. مش مش بش يلوجوا الحقيقة رمه هما. بشتتسكر موضوع ويغموه. احداث لجنة وفتح تحقيق. اه الرئاسة. هو تودوسي متاع الظرف السام هذي. مش لجنة. موت حعل للقضاء. ايه. وتم الاستماع اليوم. شكون تم الاستماع? انت بتاكد لو تم الاستماع? قيلة. في موضوع محاولة اغتيال الرئيس. هل تم الاستماع لرئيس الدولة? هل يقبل رئيس الدولة الاستماع ليه? هاو ملفات. محاولة اما اهم. محاولة اغتيال الرئيس. رئيس الجمهوري عنده حصانة. كرئيس جمهوري. اهل قدم افاته. سيدة رشيدة نيفر قالت انا على ضمة نيابة العمومية. احنا الشعب التونسي شو فاك الانجاز. الشعب التونسي الكل على ضمة النيابة. على الاقل عبرت على موقف. اشتفى منها? اه. الكلام هدك شو تفهم منه? تفهم منه? انه اللي حكيت ونادي عكاشها. منسوب لها كما تقول حضرت جنابك صحيح. انه خليها تراشيدة نيفر. ساعة قدم السفارة. او لا. وشتفى منه وقت. او لا. مدام قالت انا على ضمة النيابة بش نحكي. او هي ما صارتش. وتقول على ضمتاش بش تحكي. هذا كي اكد اللي هي صارت. هتفهم حاجة اخرى? انه فما فوضى عارمة. انه وفد الرئيس. لفما قايمة. لثما بعدج. معناه هاني نجي نكر شلاكتي. يقول لهم مع الرئيس. يثبت وزاد اللي ما يكلموا مدام نادية. خليوني ندخل ولا? رب يا مريم نداء التليفونات ردوا بالكم نحافظوا على مقعد من هيبة بلادنا. مش اي تليفون يستعملوا اي مسؤول يهديكم ربي. بس مش نقول لكم تاول عشرة وملك الخالج.